لكن بشكل عام طبعا النادي الأهلي بعد العودة من بيريتوريا خلاص غلق الملف الإفريقي الاستعداد للمشوار المحلي النادي الأهلي منذ هذه اللحظة حتى موعد المباريات المحلية اللي عتنتلك إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي بمباراتها سموحة على استاد القاهرة الدول المبارات إن شاء الله هتكون الساعة سبعة ونص بإذن الله مساء الأهلي عنده أربع مباريات محلية أربع مباريات محلية ب12 نقطة الأهلي في الصدارة حتى هذه اللحظة بـ 48 نقطة 16 انتصار فبالتالي الحمد لله أهلم حقا نتائج جيدة جدا في البطولة المحلية الأربع مباراة الجايين في البطولة المحلية في الدور العام أكيد لهم استعداد خاص لهم تجهيز خاص لأن 12 نقطة مع 48 توصل ل 60 نقطة يفري كتير قوي قوي بالنسبة لمرحلة الجاية لأن فيه توقف دولي بالطبع في الفترة من 20 إلى 31 من شهر مارس الجاري فبالطبع فكرة أنت تتصدر مبكرا وتبتعد في المنافسة هيديك أريحية قبل ما تدخل على غمار المشوار الإفريقي والمباراة الإفريقية لأنه كمان شهر إبريل إذا وضعنا في الحزبان الانتحاد القرى لو عمل في حدود من حوالي من 4 إلى 5 مباريات فأنت بتتكلم عن قربك من نهاية المسابقة بحوالي 25-26 أسبوع لا يتبقص هو حوالي 8 أسابيع 8 أسابيع وتكون عامل ريكورد وعمل فريق قياسي في عدد النقاط فتقدر تقول أنهية المسابقة قبل انطلاق مراحل مباراة الدور نصف النهاية لذلك مهم جدا الفترة الجاية انتظام المسابقة اتحاد القرى يعلن الجدول إن شاء الله خلال الساعات الجاية أو خلال العامل الجاية حتى أول مايو عشان عندها كلها تبقى عارفة مشوارها إزاي والبطولات المحلية الخطة بتاعتها إزاي اتحاد القرى بيفكر فيها عشان شهر خمسة إن شاء الله شهر حسن بالنسبة لي البطولات الإفريقية لقاء الزهاب لقاء العودة في أقل من أسبوع في بداية شهر مايو عندك المباراة النهاية يا رب بإذن الله إن شاء الله نكون موفقين ونكون موجودين في طرفي المباراة النهاية يوم 29 مايو فبنتكلم عن مراحل حسنة ومراحل تقدر تختم فيها المسم بشكل متميز جدا لكن مهم جدا على الأطراف المعنية أنها كمان تساعد الأندية المتأهلة لمراحل أهية في البطولات الإفريقية تعمل أجندة محلية بشكل ممتاز يعني قدر الإمكان تخلص بعدد كبير جدا من مباراة الدور المحل الفترة الجاية عشان شهر خمسة يكون التركيز كله على البطولات الإفريقية ثم بعدها تنهي المسابقة في الأسبوعين الأولين طبعا من شهر ستة اللي جاي